السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه? احنا النهاردة عندنا وصفة جديدة وحلوة قوي هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا عندنا نص كيلو لحمة مفرومة عادي اي نوع لحمة مفرومة كاملة الدسم خلاية الدسم هتبقى في الطريقة دي حلوة قوي ومعايا بوصلتين مبشورين او مضربين في الكبة اهم حاجة تكون مضربة درب نعم وعندي التوابل بتاعتي عبارة عن نص معلقة ملح ربع معلقة سكر معلقة كامون نص معلقة توابل كفتة الحاتي وكزبرة نشفة مطحونة تمام بعد كده عندي نص ربطة خضرة اللي هي عبارة عن شبات بقدونس كزبرة برضو ضربها في الكبة اه درب نعم بس ما تكونش اللي هي مطلعة العصير بتاعها تكون آآ متقطعة بس كتعة صغيرة تمام هسيبها تتتبل حوالي نص ساعة بعد كده هقوم آآ مقسمة اللي احمل مفرومة بتاعتي بقى عمليها عبارة عن كور ومعايا اربع معلق دقيق بعد ما عملها كورة هقوم مدوروها في الدقيق كده بحيس ان هي كلها تتبضر بالدقيق اللي عندي تمام هعملها كور عادي جدا اهو كتعة كتعة عملها كور بعد كده هبضرها بالدقيق البولت الدقيق اللي معي تمام وايه هافضل اقرر التجريبة بتاعتي لحد ما اكمل الطبق بتاعي كله تمام تمام والدقيق ده انا حطت ايه بس مش مزود عليه ملح ولا اي حاجة عشان انا حطت الملح بتاعي في اللحمة المفرومة بتاعتي تمام هخلص كل آآ الكور بتاعتي كده واكون مجهزة آآ شرايح فلفل الوان او شرايح فلفل آآ آآ اخضر وشرايح آآ بصل وفص طوم متقطع وعندي الحالة بتاعتي فيها معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت تمام الشرايح دي دي للمكارونة تمام لكن انا اللحمة المفرومة عندي حالة تانية فيها برضو آآ نص معلقة سمنة على معلقتين زيت وفص طوم وهو قوم مدية اللحمة المفرومة بتاعتي او كور اللحمة المفرومة بتاعتي صدمة على النار وطبعا عشان هي كورة انا مش هقلبها بالمعلقة هي هزتين هتقوم لفة نفسها بسرعة تمام بعد ما خلاص اخدت الوشين على الحالة هقوم زودة نص كبية مية ومغطية عليها هجيب بقى الحالة التانية اللي هعمل فيها المكارونة بتاعتي آآ انا قلت لكم فص طوم متقطع شرايح ويبقى صلايا متقطع شرايح وفلفل القلوين متقطع برضو شرايح ومعايا المكارونة بتاعتي آآ اي نوع مكارونة اللي تفضلوه وهقوم صفيها وحطوها على طول بعد بس انا مش عايزة الفلفل والبصل يتبالوا خالص لا انا عايزين برضو يبقوا مسكين نفسهم تمام هحط المكارونة بتاعتي كلها وبعد كده هحط التواب اللي بتاعتي آآ تواب اللحمة وبردو نص معلقة ملح وربع معلقة سكر وهقوم حط عليهم نص كبية لبن وقفل عليها هاديها تقليبة وقفل عليها على طول النار وقفل عليها الغطى انا مش عايزة اللبن آآ يعود على النار معايها لا انا عايزها بس ايه اللي هو قفل النار تاخد مع البخار هتبقى جوسي كده وتريه تمام هقوم جايبة طواجن بتاعي خلاص كده كل حاجة استوت معي هقوم جايبة طواجن بتاعي وحط في المكارونة بتاعتي فردها كلها تمام هتكون اللحمة وتكور اللحمة المفرومة بتاعتي استوت شايفين جميلة ازاي وحلوة ازاي وجوسي كده يعني انا زودت الماء بقت جوسي وحلوة هقوم حطوها فردها على الوش الوصفة دي حلوة اوه حلوة اوه في العزومات وسهلة وكلها في طواجن واحد وجميلة بصراحة اه احطها زي ما قلتلكو على الوش وانا مجهزة على فكرة طبق اه اه جبنا مودريلا اه مع جبنا شيدر مع جبنا رومي اي انواع جبن اللي انتوا عندكم في التلاجة يعني مش حاجة احنا لازم نشتريها لأ اللي ما توفر عندكم في التلاجة اي انواع جبن حطوها حتى لو جبن في تزودوها عادي على الوش هتبقى حلوة هحط الجبن عادي جدا ودي بقى انا مش هحطها مش هتحتاج في الفرن حاجة ده انا هقوم ولاها عليها الشعر اللي فوق بس مش هعمل معها اي حاجة تمام وكده الوصفة بتاعتي خلصت وسهلة جدا وبسيطة جدا وحلوة جدا والطاق انطلاع حلوة قوي جميل قوي وشاهي قوي جد وقبة مش بيع وجميلة وكل الاسرة هتحبها اه وكل صنعتوا طيبين ويا ريت الوصفة تكون حلوة على قلوبكم وآآ لسه مدلسة على انت اشتراك يا ريت يدوسها لسه مفعلش الجرس يفعلوا واتضيفوا تعليق من تعلاقاتكم الجميلة انا بستنها بصراحة وبشكر كل من تابعيني آآ مع الف سلامة واشوفكم ب الف خير وب الف صحة مع يوميات لارالعصولة